أشهد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بمشروع مدينة التنين الذي يشكل اليوم قصة نجاح كبيرة تضاف إلى المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تحتضنها مملكة البحرين وقال لدى زيارته التفقدية للمشروع بأن الخطوات الطموحة التي تنتجها شركة ديار لمحرق في استحداث وتطوير المشروعات العمرانية العملاقة ذات القيمة الاقتصادية والسياحة العالية هي محل تقدير وإشادة من لدن الحكومة الموقرة مؤكدا أن الوزارة تساند مثل هذه المشروعات الضخمة وتقدم لها كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاز أهدافها يستبر معرض الجواهر العربية في استقطاب آلاف الزوار من داخل وخارج البحرين لينعيش القطاعين السياحي والتجاري بصورة اللفتة التفاصيل في سياق التقرير التالي لطالما سعت مملكة البحرين إلى جعل صناعة المعارض ناعما رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني ومحفزا للحركة السياحية والتجارية مع مختلف الدول حول العالم وهاهو معرض الجواهر العربية يصطع بريقه مجددا لجذب السواح على اختلاف أدواقهم الشرائية معارض عادة لها دور كبير تساهم في حركة تجارية وفي الاقتصاد خاصة أن هذا المعرض ليس معرض محلي فقط وأنه ما يخدم المنطقة ككل تميز معرض الجواهر العربية في كل عام في جذب أكثر من خمسين ألف زائر وهذا لم يأتي من فراغ فما يتيحه من تنوع في المعروضات من مجوهرات وأحجار كريمة بأسعار ترضي جميع الشرائح المجتمعية يجعله الخيار الأمثل للجميع دون استثناء وللؤلئ البحريني نصيب وافر من الاهتمام أيضا اللولو في الوقت الحالي الحمد لله رب العالمين طبعا يعني صار شيئين فودهنا أول شيء فودهنا ليس من كصين بدأت تستزرع اللولو فصار ملاقهم المزروع والناس بدأت ترجع حق اللولو الطبيعي اللي يحبوا اللولو الشيء الثاني اللي هو حين أخر سنتين اللي هو صار الألمص المصنع فالناس صارت خوف لأنه ما في ولا إنسان يقدر يفرز لك الألمص فما عدا مكينو معرض الجواهر العربية يحتفل بربع قرن على انطلاقته الأولى بعد أن تحول إلى قبلة الباحثين عن التألق والتميز وبات حدثا عالميا ينتظره هوات اقتناء وشراء المجوهرات والتحف الثمينة والساعات الفاخرة بفارغ الصبر مساحة عرض ذهبية لا تتكرر إلا مرة في كل عام استعرض محمد ساجد رئيس الجمعية الخليجية للذهب والمجوهرات فرص النمو والاستثمار في سوق الذهب البحريني وسمعة القطاع على المستوى الخليجي والعربي وقال في كلمة ألقاها في غداء عمل نظمته الجمعية الخليجية للذهب والمجوهرات على شرف الوفود الأجنبية المشاركة في معرض الجواهر العربية قال بأن هناك فرصا كبيرة للنمو ليس في داخل السوق البحريني وحده ولكن على مستوى دول المنطقة أيضا مؤكدا أن الذهب البحريني هو الرقم واحد بين جميع دول الخليج العربي والمنطقة من حيث الجودة الصناعة والعراق والسمعة الطيبة شكرا